ثلاثة آلاف عام وكانت عاصمة إسرائيل تقريباً لسبعين عاماً وهنا كان المعبد وقام الأنبياء بالوعظ والملوك بالحكم القدس كانت تركيز أحلامنا لثلاثة آلاف سنة والشعب اليهودي كان يطمح للعودة إلى القدس ولمس الحجارة الذهبية والمشي في شوارعها عندما نتحدث عن التاريخ المجيد لهذه المدينة إعلان اليوم الذي قام به الرئيس ترامب هو هذه المناسبة نحن ممتنون للرئيس لقراره الشجاع والعادل الخاص بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل والإعداد لفتح السفارة الأمريكية هنا هذا القرار يعكس التزام الرئيس بحقيقة قديمة ومستمرة وقام بتنفيذ وعده قرار الرئيس هو خطوة هامة باتجاه السلام وإذا لم يكن هناك سلام لا يشمل القدس كعاصمة لدولة إسرائيل لن يكون هناك سلام وأنا أدعو الأطراف التي تسعى للسلام كي تنضم للولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إلى هنا أنا أشاطر التزام الرئيس ترامب بتعزيز السلام بين إسرائيل وكل دول الجوار بما فيهم الفلسطينيين كان هذا هدفنا منذ اليوم الأول لإسرائيل وسنستمر في العمل مع الرئيس وفريقه لتحقيق حلم السلام هذا أيضا أود أن أوضح لن يكون هناك أي تغير على الإطلاق في الوضع القائم في المدينة إسرائيل ستضمن دائما حرية التعبد لليهود والمسيحيين والمسلمين على السواء الرئيس ترامب شكرا لقرار اليوم التاريخي الخاص بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل والشعب اليهودي والدولة اليهودية كلنا سنكون ممتنون لك إلى الأبد